تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة من ضبط 412 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 75 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 54 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط ما يقرب من 22 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 610 قضايا من بينهم 134 قضية خبز ناقص الوزن و47 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط خمس قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 28.5 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية ترجمة نانسي قنقر